دي نتنقل بقى للقطاع الخاص القطاع الخاص ملف فيه شبه قصدية من العالم كله ان انت توسع للقطاع الخاص في كل الدول مش عندنا بس لانه الحكومات الاحتكارية للمشروعات دي في دول صغيرة وضعيفة وما هيش ممفاتحة اقتصادية لكن في العالم كله بنشوف الحكومة بتخطط ونفس الوقت بتشرف لكن مش بالضرورة انها تنتج اللهم الا الامن القومي بقى يعني السلاح العطن الرغيف الخبز الحاجات اللي هي تأثر حاجات السلطة الجاية بالزبط كده ايه الاجراءات اللي ممكن نقول ان الدولة خدتها والاجراءات اللي نقصانة عشان نوسع بجد للقطاع الخاص هو الملف بتاع الملكية اللي كان تم من سنتين والدولة مش فيه ايه ملف الملكية اللي هو اللي تبدأ ان تطلع هي من القطاع من التخارج التخارج وسيقة سياسة ملكية الدولة اه ملكية الدولة ده بدأت تتخرج منها فعلا الملف ده يعني شغالين عليه كويس من ساعتها اه بدأت مشروعات كتير دلوقتي تطرح في البورصة برضو عشان تبدأ يبقى فيها نوع من المساهمة اه القطاع الخاص هي كده كده الدولة معتمد عليه لان انتعرف ان اصلا ان حصيلة اه الموظفين الدولة تمانين في المياه منهم الموظفين في مصر كلهم قطاع خاص الدخل القومي بتاع الدولة تمانين في المياه منهم الضرائب من القطاع الخاص فهي فعلا هي مصلحة الدولة انها تتوسع في القطاع الخاص لان هو ده الركيزة الاساسية حتى كل المدن الجديدة كل التعمير اللي حصل حتى شركة العاصمة الادارية كل اللي بعمر الاساس فيها هتلاقي هو القطاع الخاص فقطاع الخاص هو الدعم الاساسي حتى الدولة النهاردة لما تيجي تعمل امن غزائي وبدأت تعمل المليون ونصف فدان وتزود عليهم بدأت توزع على الافراد كل واحد خمسة فدان وبيت برضو عشان يشتغل القطاع خاص فهي الدولة شغالة ومنتبهة لهذا الملف انما كان فيه فترة معينة لما فقام سيد الرئيس تلم والدولة كان فيها نوع من الضغوط وبعد الصورة وبعد الكلام ده كان الدولة محتاجة انها تحط ايديها على ملفات كتيرة جدا لحد ما تستقر وفعلا بعد ما الدولة استقر وتحطت على بر الأمان وحصلت توسعات كبيرة جدا بدأت الدولة تتخرج في بعض المشروعات كتير جدا وتلجأ الى ان هي تسندها بعد كده الى قطاع الخاص